الرحيل لم تكن سعيدة، رغم أنها محبوبة حباً رومانسياً جمّاً من فتى الأحلام الكبير، عشد تعيسة، تقول لي أنه لا يوجد حق، وهو أيضا قال حب على العين والرأس، لكن الخلفة أيضاً لا يستغنى عنها، فهي لا يوجد عيال، فليها حق أنها تكون تعيسة. أنا ليس موافق على أن هذا سبب عسيتها، لكن موافق على أن الحرمان من الأولاد يسبب ألم. لا أنكر هذا، أبصم بالعشرة يسبب ألم. لكن هل هو المصدر الوحيد للتعاسة؟ وهل تعاسة رحيل كانت فعلاً بسبب غياب الأولاد؟ إجابتي لا. رحيل كان عندها سبب تاني لتعاستها، لم تكن أغدبها منه. كتاب جميل، كلمة الله خارقة، كتاب يقول، فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب، تألمت بسبب غياب الأطفال. صح القراءة دي؟ لا. أقول تاني، فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب، حزنت لحرمانها من احتضان طفل. حزنت لأنها لم تسعد رجلها بطفل. لا. كتاب رائع. لما رأت أنها لم تلد، غارت رحيل من أختها. وقالت ليعقوب، هب لي بنيين، وإلا فأنا في حالة وحشة أوي. عايزك تعرف خديته كده في الليفين جروب؟ وقالت لي، بس، في حديث مهمة أوي، عايزين يتكلمه. وأرجوك تقفل تليفونك وتفضلي، يا عقوب، موضوع جد خطير. أنا وصلت الحالة، هموت، هموت. يعني إذا لم تتش من النكد اللي أنا فيه، احتمالها موت نفسي. فالحقني لا إلا يعني العواقب هتلعين. هو ما عملش شغل الطبيبين، ما قاله هاش، طب عايزة عاين ليه؟ ليه عايزة عاين؟ ما قاله هاش. لكن غضب وصار زي معظم الرجالة، ورح قال لها العلي ما كان الله الذي منع عنك ثمرة الباط. أنا أنا مش زنبي، اللعب مش عندي، مع أختك شغالة هي على طول، أنا مش المشكلة مش عندي. المشكلة عندي، أنت يروح يشوفي مشكلتك مع ربنا، أنا مليش دعوة. للأسف، هذا أسلوب الرجالة أيضاً في معظم الأحيان، ودفنسف. لعلي ما كان الله، طب عم أخذها واحدة واحدة، وهديها، واشرب معها القهوة، وكلمها. أنت ليه زعلانة؟ ليه زعلانة أن ما عندك أي عائل؟ يتعالي لو قايت له نفسي، نفسي أحضن طفل، يقول لها عندك حق، وأنا كمان نفسي أشوفك بتحضن طفل، وأكيد الرب في وقته سيسرع به، وعلى فكرة، على ما ربنا يرزقك، أنت ممكن تحضن أولاد أختك، ودول أولادي، وممكن تستمتع بيهم كأنهم أولادي، وصدقيني إذا يبقى يوم المنع عند لائقة، هتفرح قوي، عندما تشوفك بتحبيها، لو كانت أمينة، هتكشف السبب الحقيقة، تقول له لا لا لا، استنى بقى، استنى بقى أنا أقول لك الحقيقة، بص حبيبي، أنا عاشت طول عمري، أنا فوق، ولايقى تاحد، لكن الزمن ضوار، والدنيا قلبت، وبيتليقى فوق، وأنا تاحد، وهو هذا الذي ليس ممكن يحصل أبداً، وهو هذا الذي ليس ممكن أقباله أبداً، تجيب لي عائل؟ يعني تجيب لي عائل، لأنه طول عمري فوق، ولازم أفضل فوق، أنا ما ينفعش، يا يعقوب، تسمعها وتضعها حلاقة في ودنك، ما ينفعش أبداً أني ليقى تبقى أعلى مني، هذا هو مصدر التعاسى الحقيقية، طول عمري عشت على أني الأول، طول عمري عشت على أني أملك كل شيء، طول عمري عشت على أني الأجمل، أني الأفضل، طول عمري عشت أنا اللي في المقدمة، تلف الأيام، ويبقى في حد أحسن مني، لا 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 لا، ده ما أقبلوش أبداً، حرمان يا حرمان حقيقي، لكنه ليس مصدر التعاسى، مصدر التعاسى هو الأنانية، والرغبة في التفوق، وعدم احتمال أن يملك الآخر ما لا أملكه أنا، 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 شكرا